إذن مشاهدين تابعنا من خلال هذا التقرير الذي عرض من فلسطين حقيقة المشهد الذي يجب التوقف عنده هو مشهد بأن وزير فيها الحكومة الإسرائيلية المقتصبة المحتلة المعتادة على القمع والتهجير والترويع والقتل وما سمي من هذه المسميات التي حقيقة هي أبسط مسميات يجب أن تطلق على هذه الحكومة حقيقة دكتور من خلال هذا التقرير مشهد بأن وزير يمثل ويقمع ويحاول أن يتوجه أيضا إلى المسجد الأقصى وكأنه هو رجل خارج عن القانون ليس في سياق منظمات وحكومات لكن هذا المشهد أيضا يعطي دلالات الإسرائيليين بأن تستمر الاعتداءات يستمر ترويع المواطن الفلسطيني في أرضه وبين أهله وبين ناسه وتجريدة من كل شيء يعني هذا إنسان يدعي الإنسانية وليس له علاقة بكل ما تحتوي مفردة الإنسانية بصلة هذا إنسان يتصرف بعنجهية يتصرف كأنه زعيم إصابة ونسي وتناسى بن جافير وزير الوزير الغير عادي في حكومة نتنياهو الغير عادي التي تمتلك حال كما تمتلك داعش حال هي تمتلك حال توراتي تبتعد عن كل القيم والمثلات والقانون الدولي تريد أن تفرض إيقاء بالقوة ونسي وتناسى بن جافير التوراتي أن لا وجود ما بين النيل والفرات إلا مقدسيين عقيدتهم فلسطين دعني أقول مرة ثانية لبين جافير لا يوجد ما بين النيل والفرات إلا مقدسيين عرب عقيدتهم فلسطين ما في كلام ولا جدال القصة الثانية التي نريد من خلال هذا الشعب العظيم الفلسطيني المرابط فوق تراب القدس وفوق أهلنا في القدس الذي يمثل ليس فقط أهل بيت المقدس الذي أنا بعيد وأكد ما بين النيل والفرات لا يوجد إلا مقدسيين تاريخا وعقيدتهم فلسطين إذا كانت الديانات السماوية الثلاث من الله سبحانه وتعالى يهودية ومسيحية وإسلام فهناك عقيدة دنيوية قيمتها العدالة بشكلها فلسطين نحن نتحدث عن هذه الحالة وعن هذه القيم وعن هذه المفردة ردا على التوراتيين نحن ننبذ العنف بكل أشكاله وألوانه وقيمه لكن ما يقوم في هذا الوزير خارج عن المألوف خارج عن السياق منبوذ من كل الأوساط حتى الأوساط الأمريكية وأنا أعرف ما تحدث فيه وليام بيرز ورئيس الاستقبارات الأمريكية عندما التقى نتنياهو قال له ثلاث ما بدي أشوفهم ولا أحكي معهم أهم واحد فيهم بينجافير وموريشس ومعوز إذن نحن نتحدث عن حالة توراتية الشعب الإسرائيلي رفضها دعنا نقول أن هذا الشعب الإسرائيلي رفضها بالأمس كان لدينا 120 ألف في تل أبيب يقول لهذه الحكومة أنت فاشية وأنت عنصرية ولماذا هذه الاقتحامات ضد المدنيين الفلسطينيين تفتحيش علينا باب دبابير وعيش دبابير وخلينا نحكي بكل وضوح وبكل تجلي أنا زي زي كل العالم لا نحب شحدة يفوت على أي كنيسة ويقتل لكن عشان كل الإنصاف اللي قام فيه بينجافير وآلة الحرب العسكرية ويفوت على جنين ويقتل الناس في بيوتهم هذا عمل إجرامي رقم 2 الرد أجل بعد 48 ساعة وأنا بقول أنه لو لا الرد على الأرض لما كانت الأمور اختلطت وأنا بتحدث بحال لسان مقدسي مرة ثانية لا يوجد ما بين النيلي والفرات إلا الأربعة هذول المقدسيين عقيدتهم فلسطيني يعني أنا بحكي زي أي واحد إبرام الله زي أي واحد في الخليل إذا أرادوا أنهم يدخلوا في أتون آخر بعيد عن كل المواثيق والعراف التي تناولها من جلالة الملك في البيت الأبيض والتي تحدثوا فيها الأمريكان ما عندنا مشكلة انتفاضة ثالثة لكن هذه الانتفاضة الثالثة قوانينها ستكون غير وضوابطها ستكون غير ومفرداتها أعتقد يعني من باب الاعتقاد أنه لولا تدخل الرئيس الفلسطيني برجاء أقول برجاء من الإدارة الأمريكية لا تستطيع لا آلة الحرب الإسرائيلية ولا غير حق الأربعة الإسرائيلية أن تقف شبابنا في جينين وفي نابلس وفي الداخل الفلسطيني أقول بحديث مباشر لا نريد اشتباك ولا نتمنى لكن إذا فرض علينا الاشتباك فالمقدسيين سيعودوا رجالا يدافعوا عن حرماتهم وعنقصة معليك أنا أحترم وبشدة هذه الغيرة على المقدسات وعلى القدس وعلى الأقصى الآن تحدثت على موضوع الانتفاضة نتحدث عن الحكومة الحالية وهي حكومة يمينية متطرفة والأكثر شدة تطرفا وبالمقابل هناك احتداءات صارخة وواضحة أين هي الاتفاقيات الدولية؟ أين هو القانون الدولي؟ أين هي العدالة الدولية في هذا الموضوع؟ الاتفاقيات الدولية التي ضمنت للإخوة الفلسطينيين بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لهم؟ القانون الدولي كله معنا يعني أنا بذكركم أن الأردن اشتبك قانونيا أيام حكومة أو أيام ما كان عون الخصاوني عنا في لهاي واستطعنا أن نؤكد على هذا الثابت أن ثابت الأرض هي أراضي احتلت عام سبعة وستين وهذا باعتراف المحكمة رقم اثنين كل القوانين التي جاءت بهذا السياق وآخرها لما كانت حكومة أو لما كانت إدارة الرئيس السابق أوباما وكان جو بايدن نائب الرئيس اللي هو قرار اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة جاء ليؤكد أنه حتى الاستيطان غير شرعي الجغرافية السياسية اللي نتحدث عليها هي حدود الرابع من حزران عام سبعة وستين حتى الحيط اللي حطه شارون هو حائط غير شرعي وبالتالي كل القانون والأعراف والموافق الدولية هي دائما ذهبت باتجاه الشعب الفلسطيني والقضية المركزية لهذه الأمة لكن كيف بدنا ننفذها قانونيا نستخدم من البند السابع في القانون الدولي إذا استطعنا أن نأخذ البند السابع حون نتحدث عن قوات دولية وهنا أمل أوان أن نشارك الدبلوماسية الفلسطينية الرائدة اللي برأسها فخامة الرئيس أبو مازين بيقوم بدور كثير استثنائي بهذا الجانب طبعا سنوان ومتلازمان لعملة بيأكد فيها دائما على ثابت جلالة الملك صاحب الولاية الهاشمية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قاعد بيقوم بدور استثنائي ورئيس الوزراء السوداني أيضا من العراق قاعدين بتحدثوا بحال لسان قوي داعم حاضنة لأجل هذا الشعب رقم أربعة طب إحنا بدنا نخلي هذا الشعب يظل صامت بدنا يظل واقف طيب معناش نعطيه عتاد طب نعطيه مصاري نعطيه موال يعني أنا كنت أتمنى وبضم صوت إلى صوت الكل اللي بينادي بهذا الكرام إذا الإسرائيلي قاعدين بقولوا كل ما تحركوا الشاب الفلسطيني والشعب الفلسطيني خطوة باتجاه نظال وباتجاه بطولات وقفوا عنهم يعني الفلوس ووقفوا عنهم الفلوسهم اللي بتيجيهم أصلا من خلال الجمالك لابد أن يكون هناك حاضنة عربية تسند هذا الشعب بنظامته دعم وأيضا تسند بيت المقدس أكيد طيب أنا عايزة أرجع لكلام حضرتك اللي ذكرته وقلت بأن هذه الانتهاكات الغوغائية في المسجد الأقصى هذه قد يعني تخرج إلى ونحن في انتفاضة ثالثة وربما داخل الانتفاضة الثالثة هناك أيضا أشياء كثيرة يعني كشروط زي ما قلت إسرائيل في هذه اللحظة بدأت تلوح ببعض الأشياء وتمس أشياء من المحرمات سياسيا وهي الوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين وعلى القدس السؤال هنا ماذا نفعل كيف تنظرون إليها ما هو دورنا نحن كعرب تجاه ما يحدث الآن وتجاه هذا التلويح الخبيث من إسرائيل تجاه الوصاية الهاشمية على القدس قصة الوصاية هي ليست قصة جديدة لكن الشعب الفلسطيني قال كلمته الوصاية لجلالة الملك عبدالله الثاني البيعة كانت إلى عام 2012 ما انتهى هذا الموضوع ويجب علينا أنه ما نظلنا نحكي فيه لأنه أصبح هذا الموضوع ليس فقط عربي ولا إسلامي هذا بالنسبة لنا وأنا أتكلم على التلويح هو أصبح هذا الموضوع أصبح دولي حتى مرة ثانية يعني البيانة الختامة لجلالة الملك والرئيس بايدن أكدوا أيضا على هذا الثابت أن الوصاية الهاشمية هي خط أحمر لا يجوز لأحد أن يعيد إنتاج ما يسمى ستاتيكو اللي كان متفق عليه بعد انتهاء أو بعد انحصار الدولة العثمانية خلينا أحكي لك شغل أنه بعد انحصار الدولة العثمانية أي بانتهاء الحرب العالمية الأولى اللي أخذ هذا الدور كانوا الهاشمية يعني عشان اتهى تاريخ وبالتالي إيش الستاتيكو اللي كان موجود استاتيكو كان موجود عليه هو أربع أحيان حي الأرمن حي المسلمين حي المسيحية وحي اليهود هذول هذا الستاتيكو اللي كان موجود عشان هيك الكل يمثل لكن الذي قام ببناء هذه الحاضر التي تسمى استاتيكو 1845 كانوا العثمانيين لما طلعوا العثمانيين والحصر وأصبحت دورهم وحضرهم مقصور في الأمة التركية ممنوع يدخلوا على الأمة العربية أو ناطقين بالعربية بموجود بالاتفاقية انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت الوصاية من هنا تتبع للهاشميين بحكم هذا الدور التاريخي اللي طبعا الهاشميين ليسوا كانوا فقط هم يعني على القدس بل كانوا على القدس والحجاز يعني على القدس ومكة وبالتالي أنت تحدثي أن التاريخ أراد أن يعيد ذاته وأراد أن يسقط ذاته وهو الشيء اللي برهنه الشعب الفلسطيني عندما ذهب الرئيس الفلسطيني أبو مازن لأخيه جلالة الملك وأكد على هذه الوصاية سنة 2013 دكتور في ظل هذه الحكومة الأكثر تطرفا التي نشهدها على الساحة الدولية وأيضا في فلسطين أكثر من ثلاثين شهيدا منذ بداية هذا العام ولازال الرقم في ارتفاع كيف يمكن لكل الجهود السياسية والدبلوماسية اليوم أن تحول لإبقاء العاصمة المحتلة وإبقاء القدس الشريف بمقدساته خارج دائرة الاستهداف في ظل الجهود العربية المبدولة في هذا الإطار هناك أربع قضايا ننتبه عليها القضية الأولى أنه قضية القانون الدولي لا بد أن نتحدث عن القانون الدولي ونهدد باتجاه الذهاب للمحكمة إلا أنه هناك إجماع من الجمعية العامة الأولى المتحدة في حال ذهبت القضية الفلسطينية إلى محكمة لهاي الموضوع سيكون له علاقة بتجريم هذه الأفعال يعني هم يستبقوا قاعدين نتنياهو وحكومته بدنا نتنياهو لأنه صار هو الوديع في هذه الحكومة بين قفير طبعا وعصابته هم يتحدثوا الآن تجريم أي واحد يطلع بده يقاتل الاحتلال رفع العالم الفلسطينية ليس فقط هيك بدهم يقتلوه وبدهم يأخذوا أرافيه وبدهم يأخذوا داره ويبيعوا داره ويعطوها للإسرائيلية يعني والله ما صارت بالسبي البابلي يعني آسف تنعك ينسبوا أربع مرات وشكله رح ينسبوا المرة الخامسة يعني بالسبي البابلي ما صار هذا الكلام رجعنا نتحدث بهذه اللغة مفروض أنه في عقال لا يتحدثوا بهذه اللغة لأنه إذا تحدثوا بهذه اللغة أنا أعتقد أنه القرار سنكون باتجاه الذهاب إلى المحكمة الدولية وعندها الموضوع سيكون مغاير تماما في المتن كما هو في الشكل والصورة لديك عمق عربي محترم وأكبر مثال على ذلك يعني منديال قطر لا نرى ولا عالم غير عالم فلسطين العالم كله يتحدث عن فلسطين توحدت هذه الأم اللي حكيت لكم أنه تجاه عقيدتها اللي هي فلسطين رقم ثلاثة أنا أعتقد أنه إحنا بدنا ندعمهم ماليا بدنا نوقف جنبهم إعلاميا هذه اللفتة أنت تعرف لما أنت تتحكي لأهلنا في فلسطين أنه إحنا الأربع دول قاعدين ومنقول عنكم إحنا معكم ما تخافوا إحنا أهلكم هذه أكبر دعم وأكبر حاضنة طبعا بدهم الكلمة الطيبة طبعا بدهم يا أنا أنا أريد أن أكد لحضرتك ومش فقط دعم هو فلسطين لها صوت في هذا البرنامج صوت حقيقي طبعا طبعا شكرا على هاي هاي بس حلوة هاي يعني هاي يعني بتلقص موضوع فلسطين هي مثل ما حكيت أنه هي عقيدة إحنا مقدسيين الأربعة يعني يعني الناس يعني بنظروا إذا كان هناك إثنية سامية مش بقولوا بعد قيامة نوح إحنا أهل السام يعني إحنا أهل السيادة وبالتالي عربوها أو الأشوريين في أصبحت شام لكن نحن أهل السيادة فلا يوجد مرة ثانية بأكد لا يوجد ما بين نيري وفراتي هذول من الجنة ثنتين إلا مقدسيين عقيدتهم في فلسطين